مديرية جبل حبشي تقع في إطار الجزء الأوسط من محافظة تعز وتعتبر من أكبر المديريات مساحة ويبلغ تعدادها السكاني قرابة المئتي ألف نسمة يتوزعون على نحو ثلاث عشرة عزلة تتميز جبل حبشي بتضاريسها الجبلية الصعبة وبجبالها الشاهقة ما يجعل الوصول إليها والتنقل بين عزلها وقرها مخاطرة كبيرة نظرا لوعورة الطريق لما شفنا أن الدولة غايب عن المشاريع والطلقات وكثرة الحوادث والمشاكل تزيد بيوم بعد يوم فرأينا أن نعمل مبادرة شبابية وقمع عنها أهل الخير يتبرع معنا المغتربين وهل الخير وطبعا رصفنا طرق في عناقه في بن بكاري في الحبيل طبعا الطرق الآن تمشي بكل مكان في قبل حبشي تقول أنه في كل قرية فيها مشروع طريق رصف هذه الصعوبات دفعت بالأهالي في المديرية إلى تبني مبادرات شبابية أهلية لرصف عدد من الطرق في قرى وعزل المديرية مؤكدين قدرتهم على تعويض غياب الدولة خلال الفترات الماضية وحتى على المنظور القريب طوال عامين 2018-2017 كانت لجبل حبشي نموذجا ناجحا في إنجاز هذه المبادرات المجتمعية والمشاريع التنموية التي لامست كثير من الاحتياجات للمواطنين مما ساهمت في التخفيف من معاراتهم كون المديرية قبل حبشي مناطق وعرة ومناطق بعيدة عن المدينة مناطق وقرى أبرزها بن بكاري البريها المراتبة بلاد الوافي وبني عسى يقوم فيها الأهالي برصف الطرق الجبلية الوعرة بدعم ذاتي ومبادرات أهلية مستفيدين من مساهمة فئة من المغتربين من أبناء المديرية في الحرب تنهار الدولة ومؤسساتها وتتوقف كل المشاريع التنموية لكن في مديرية جبل حبشي أثبت الأهالي هنا مقدرتهم على تغطية غياب الدولة وتحولت المنطقة إلى خلية نحل أنتجت رصف العشرات من الطرق الجبلية الوعرة محاولة تخفيف معاناة التنقل من وإلى المديرية فوز الحمادي قناة بقيس من مديرية جبل حبشي تعز